السلام عليكم في هذا الفيديو سنقوم بإعادة بناء نادي النصر السعودي بقيادة الأسطورة كريسيانو رونالدون دون أن نقوم بالتغيير في ميزانية النادي وستبقى 50 مليون جنيه السرليني يعني 60 مليون أورو الهدف التتويج بدور روشن السعودي والتتويج بدور أبطال آسيا لايك واشتراك وتعليق محافز يحفزني من أجل تقديم المزيد من الفيديوهات دعوني إلى أطل عليكم يلا بنا لنبدأ يا حبيبي الخطة التي سأتمد عليها مثل ما متعودين على ذلك أتي كي تاكا أحبه نقوم بتعيين باس الفران باس الفران ولا أبو بشير الفران ميزانية الحالية 62 مليون أورو أولا نذهب إلى أكاديمية الشباب النار اللاعبين الذين من الممكن أن يتم تطويرهم بسرعة يوجد هذا اللاعب قارسيا نعمله خطة تطوير تغطية كامل الملعب ونقوم بتصعيده إلى الفريق الأول الآن نذهب إلى التشكيلة لنرى اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم مثلا هذا لنقوم بتجديد عقده سيانو رونادو سنقوم بتجديد عقده لسنتين أو ثلاثة سيكون حاسم إن شاء الله بلا تمديد لا سنة سنة معلش سنة بدون شرط جزائي الراتب سيكون تسعين ألف مثل عادة يريد تسعين أفزائي أهداف وإلى غير ذلك سنقبل الحمد لله رونادو يجدد عقده رفقة نادي النصر سامي سنقوم بتجديد عقده أيضا سيكون إن شاء الله هام أوكي التمديد يريد سنة احنا رح نرضى بسنتين تجاهل الشرط جزائي أكيد والراتب رح يكون عشرة ألف تقديم العرض تماما أوتافيو أيضا نقوم بتجديد عقده لسنتين أو ثلاثة سنوات قادمة رح يكون حاسم إن شاء الله بلا تمديد لا سنة واحدة معلش لتصبح أربع سنوات ونتجاهل الشرط جزائي الراتب رح يكون خمسين ألف رح يقبل إن شاء الله لا راتب مهين عبد المجيد سلاهم يلا نقوم بتجديد عقده أيضا رح يكون هام بالنسبة لنا قدة العقد رح خلوها خمس سنوات هو رح يقول بلا تمديد أنا رح أرضى بسنة واحدة معه تمام بدون شرط جزائي الراتب رح يكون عشرة ألف أوكي عشرة ألف زائد مكفأة توقيع سنقوم بإزالة المكفأة ونرضى بالراتب ومكفأة توقيع في حسب الراتب عدى عشرة ألف ما عليش قربه أوكي إعارة فوفانا سندفع 648 ألف أورو لا 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 نريد الحفاظ على المال أوكي عبد الرحمن غريب التفاوض على التجديد العقد ما عليش مئة وخمسين ألف قبول يلا الساديو ماني التفاوض على العقد رح يكون حاسم إن شاء الله مدة العقد خلوها خمس سنوات آه بدون تمديد أوكي سنة واحدة اللي تسبح خمس سنوات أصلا تمام تمام بدون شرط جزائي الراتب كم سبعين ألف إزالة مكفأة المشاركات سنرد براتب سبعين ألف ومكفأة توقيع ستمية وستين ألف أوكي بعض اللاعبين لنقوم بتجديد عقدهم بروزوفيتش سنقوم بتجديد عقده لسنة أخرى سنقوم بإزالة مكفأة المشاركات ونقبل بالراتب ومكفأة توقيع الراتب يريد ثمانية وخمسين ألف جماعة الراتب رح يكون ثمانية وخمسين ألف اقبل أو لا تقبل اوكي الراتب سوف يجعله 55 قام بتخفيض مكفى التوقيم على قبول امرك لابورت سوف نقوم بتجديد عقده ايضا يلا 56 ألف و اقبل العرض الحمدلله قابل العرض اوكي عليكس تيلس تجديد العقد الراتب سوف يكون 40 ألف اوكي هذا سنقوم بتجديد عقده تلقائيا انهينا تجديد عقود اللاعبين الآن ما علينا سوى خطة التطوير لبعض اللاعبين هذا سيكون قناص اوكي يا جماعة لكي لا اطيل عليكم سنقوم بتعديد خطة التطوير لكل اللاعبين ثم اعود اليكم اوه الآن جئنا يا جماعة الخير الى اهم شيء وهو التعاقد مع اللاعبين ممتازين اوكي ينقصنا لعب اعارة يا جماعة حالة الانتقال عملاء احرار اوكي رح يكونوا من المانيا الله اعلم اوه ماذا جماعة توني كروس ايضا يلا اتصال للتوقيع والله رائع رح يكون حاسم ان شاء الله مدة العقد 4 سنوات اوكي يريد سنة احنا رح نرضى بسنتين والله جيد بدون شرط جزائي الراتب كم يريد ستين الف راتب يريد زائد مكافأة التوقيع والى غير ذلك سنقوم بازالة المشاركات وتقديم العرض الحمد لله قبل مرببك توني كروس الاندي اوه الناصر برغم انه قرر الاعتزال اوه توني كروس مع كريسيانو رونالدو من جديد والله بالصدفة يا جماعة الخير اقسم بالله بالصدفة رسميا رسميا توني كروس في ندي النصر العالمين النصر السعودي رقم 18 مع النصر مرحب بك توني كروس ليس هذا فحسب ايضا هوملز حر يلا رح يكون حاسمي ان شاء الله مدة العقد يريد سنة احنا رح نرضى بسنتين بيدون شارجة جزائي رفض شارجة جزائي بليز اوكي راتب والى غير ذلك ازالة مكافأة المشاركات وتقديم العرض يريد خمسين الف يلا قبول هوملز مرحب بك في ندي الالمين يا جماعة لا تنسوا تدعمونا باللايك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات اعطونا اعلىكم وتعليقاتكم في صندق التعليقات ولا تنسوا انكم تصوتوا علي في جائزة افضل صالع معتوى غيمينج الرابط موجود في اول تعليق مثبت ولا في الديسكريبشن يلا هوملز رسميا رقم ثلاثة مع ندي النصر هوملز يلا من فرنسا ان شاء الله رح نجد الكثير منهم من هذا الريج 86 نقوم بالتعاقد معه اتصال للشراء والله اول مرة اسمع بهذا اللعب يا جماعة قبول يريد ان يكون حاسم قبول مدة العقل خمس سنوات عمره عشرين سنة يريد 86 مستحيل الراتب ومكافأته اوكي سنقوم بازالة مكافأة الاهداف وتقديم العرض اوكي سنقوم بازالة مكافأة الاهداف وتقديم العرض وسط ميدان هجوم الله اعلمه لويس رقم عشرين عشرين سنة شاب ولديه تلك القدرات الهائلة يواقع رسميا مع نادي النصر اوكي هولندا الان ننتقل الى هولندا لعلنا نجد ليب رائع مينفيس دي باي يلا نتفاوض الان مع مينفيس دي باي سيكون حاسم ان شاء الله مدة العقل خمس سنوات اوكي يريد سنتين تعرفون سنقبل بثلاث سنوات اوكي بدون شر جزائي قبول الراتب خمسين افزائي مكافأة توقيع اوكي مكافأة الاهداف سنزيلها اوان اقدم لعرض خمسين الف الراتب يريد اربعة وخمسين القبول والله كلهم مجانيين جماعة ربما يمكننا بيعهم لاحقا ونتعاقد مع اردينغالند تيديانان بابا العديد من اللاعبين مينفيس دي باي رقم تسعة مع الفريق العالمي النصر السعودي اوكي دعونا نرى التشكيلة اولا لويس وسط ميدان اسطوري 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 بمعنى الكلمة اوكي يا جماعة هذه تشكيلة مؤقتة الميزانية ستة وعين مليون اورو ينقصنا لاعب ظاهر ايمن اوكي كايل وولكر ربما يمكنه التعاقد معه تقديم الرسوم عشرين مليون اورو رح يقبلوا لا بروزوفيتش لا 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 إلزالة لعب المقايضة بروزوفيتش لا عشرين مليون اورو ستمائة واربعين ألف يلا تقديم العرض لا تسع واشرين والله كثير يلا خمسة وعشرين رح يقبلوا الحمدلله قابلوا يلا التفاوض مع كايل ووكر رح يكون ان شاء الله هام بالنسبة لنا اوكي يريد ان يكون حاسم قبول معلش مدة العرض خلوا السنتين يا كايل ووكر بدون شرط جزائي الراتب يريد مئة ألف ازالة مكافأة المشاركات وتقدم العرض يريد الراتب مئة وخمسة يلا قبول كايل ووالكر رسميا قادم من السيتيسنز الى النادي العالمي النصر السعودي رقم ستة لا 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 اوكي الميزانية تبقى لنا فقط 14 مليون أورو نعمل خطة تطوير للوافدين الجدد يلا عمل نخطة تطوير لكل اللاعبين ننتظروا عندي مكالمة مهمة جدا إذن يا جميع الخير مثلما تشاهدون هذه التشكيلة التي ساهتمت عليها خلال هذا الموسم إن شاء الله نتوج بكل الألقاب من أول موسم إذا دعونا ننتقل إلى نهاية موسم 2023-2024 لنرى ماذا سيفعل كريسيانو رونالدو مع الساديو ماني وباقي الزملاء في الدور السعودي وكأس أسيا إذن وصلان إلى نهاية موسم 2023-2024 ماذا سيفعل ندي النصر رفقة كريسيانو دون رونالدو ودون بالعودات دون رونالدو وليس بالعودات زم المركز الأول 76 فنه باللقب دوري روشن السعودي يلا كأس السدقة المركز الثاني إذن حققنا أول هدف هو التتويج بالدور السعودي هل نستطع التتويج بكأس أسيا؟ دعونا نرى ذلك لم ينتهي التحدي إذن كريسيانو رونالدو لعبه 36 مباراة سجأ 31 هدف وقدم 15 تمرير حاسمة طاليسكا سجل 13 هدفا لويس سجل 7 أهداف ساديو ماني سجل 12 هدفا وقدم 12 تمرير حاسمة إذن في الموسم الثاني الميزانية أصبح 83 مليون أورو هل يمكننا التعاقد مع المين يامال يلا سنقوم بالتعاقد معه إن شاء الله نتفاوض مع برشلونة ونالا قيمته 36 مليون أورو نعطوهم 63 مليون يلا يقبلوا لا أعطينا لكم الرو يوه حيات الحالية 63 مليون أورو نحن نعطوهم كم نعطوهم 70 مليون أورو تقدم العرض يريدون 82 مليون أورو زائد شرط عند البيع 15% زائد شرط عند البيع وتقدم العرض الحمد لله قبلوا تفاوض مع يمين يامال يلا أمو تقطع ما لش 5 سنوات قبول نعطوهم شرط جزائي أكيد الراتب نعطوه هاش حال 60 ألف قبل نعام يمين يامال نجم برشلونة رسميا إلى نادي النصر العالمي مع من تعقدت يا جماعة تعقدت معي يمين يامال و لازم هذا اللعب يا الله غير موجود في اللعبة الله أعلم صفقة ممتازة جدا جيد كانت بقى لنا خمسة مليون أورو يلا نغير الخطة يا جماعة أربعة ثلاثة ثلاثة هجومية هكذا يمين يامال رح يدخل سنقوم بعمل لها خطة التطوير مثل العادة رح يكون صانع ألعاب على الطرف بما أننا حققنا الدوري الآن الدوري غير مهم المهم هو كأس أوكي في كأس آسيا النصر في مباراة الإياب أمام نادي طاشين والله أعلم من الصين يلا في نصف النهائي هل سيفوز نادي النصر يلا محاكاة سريعة أربعة واحد خمسة واحد في مشبوع لقاء يوس يمين يامال نجم الفريق نهائي سعودي بامتياز كأس آسيا الهلال النصر من سيفوز يلا سنقوم بلعب مباراة النصر ضد الهلال في نهاية كأس آسيا راكلة البداية هذه التشكيلة التي سنلعب بها في مباراة اليوم تشكيلة أوروبية خالصة بامتياز تشارك في كأس آسيا يا السلام لاتس جو مشاهدين الأفاضل نهائي كأس آسيا بين الهلال السعودي والنصر السعودي التتواج سيقوم من نصب النادي سعودي بكثير للتأكيد يلا بسم الله بداية مباراة الهلال ميتروفيتش مالكوم نيفيس لا يوجد نهايي كل يوم آه أصبت أضرب الجزاء خطأ خطأ في الدقيقة السادسة راحت علينا يلا راحت علينا الحمد لله يسعيد الكرة بعد ضغط تزديد 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 يلا رونادو 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 فجرها يا رونادو يلا الوئس آخر 15 دقيقة آه إصابة رونادو يا جماعة يلا روح محاولة هجومية أخرى في هذه الأثناء يلا ماني جول لويس بالرغم إصابة كريسيان ورنادو إلا أنه قدمت مريرة حاسمة تزديد تزديد يلا رونادو لن يخرج رونادو الحمد لله اشتخل رونادو بيدي كورة واشتخل يلا 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 ماني يا ماني رونادو مصاب لن يخرج يلا ملحة لا 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 تخلي يسدد لا تخلي يسدد جيت شي روح ماني ماني يا الله هيلاء آه وفزنا باللغة بنعم وفزنا باللغة بنعم الحمد لله بفضل لازو جل توج بهذا اللقب الغالي النصر السعودي يتوج بالثنائية هذا الموسم رونادو بالرغم انه مصاب الا انه اكمل اللقاء تسعين دقيقة تقريبا وهو مصاب الان منصة التتويج كريسيانو رونادو سيعمل اللقب يلا يا رونادو يلا والله موسم رائع آه ليس رونادو يمين يا مال بفضل بفضل على منصات التتويج جمهور العالمي بهذا اللقب التاريخي والهايل الرائع اين رونادو نريد ان نرى رونادو ابرز شيء في الموبارات واللي هي صورة تذكارية من رفقة هذا الاساطير الذين ساعدوا النصر من اجل التتويج باللقب توجنا باللقب دوري آسيا وتوجنا بالدور السعودية توجنا بهذا اللقب في نصف الموسم موسم 2024 2025 الآن ننتقل الى نهاية الموسم ونرى إن كنا سنتوج باللقب مرة اخرى بالدور السعودي ام لا يلا دعونا نذهب الى نهاية الموسم مثلا رسميا بطل الدوري السعودي دوري روشن هو نأذي النصر 86 ثاني مرة على التوالي اساطير صدقوني اساطير اتمنى فيديو اجيبكم لا تنسوا لا تنسوا اشتركوا بقناة الرابط في اول تالي لا تنسوا في فيديو قادم ان شاء الله سلام سلام عليكم